إذن هي نهضة تنموية وعمرانية تشهد مصر في جمهوريتها الجديدة وما تشمل من مشروعات قومية كبرى ومن أبرز المشروعات الباعثة على الفخر والاعتزاز مشروع إنشاء مدينة العالمين الجديدة التي أصبحت نموذجا للتطور على أرض مصر ثورة إنشائية شهدتها مدينة العالمين الجديدة من خلال حرص الدولة منذ إنشائها في مارس عام 2018 على أهمية أن تنافس المدن العالمية من مختلف النواحي الفنية والجمالية وتوفير شتى الخدمات اللازمة للعيش بها فانفردت بتصميمات وإبداعات خاصة من بينها الأبراج الشاطئية التي تظهر عبقرية التصميم الهندسي المشروع دونتون هو بيقوم على مساحة 55 فدان المشروع كان على مرحلتين المرحلة الأولى منه كانت عبارة عن 14 بلوك تكون من 40 عمارة سكنية بإجمالي وحدات 1321 وحدة المشروع انتهى بالكامل المرحلة الأولى منه وفيه ناس سكنة فعلاً وتباع منه وحدات وجاري بيع بيع الوحدات وتسلمها وتنتشر مشروعات الإسكان في جميع أنحاء مدينة العالمين الجديدة ليتتنوع ما بين الإسكان الاجتماعي والمتميز والمجتمعات السكنية الفاخرة وتشترك جميعها بأنها كاملة التشطيبات والمرافق لتكون مناسبة لجميع شرائح المجتمع مدينة العالمين الجديدة مدينة سكنية سياحية متكملة فيها جميع عنماط الإسكان من أول الإسكان المنخفض في الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر جميع فئات المجتمع هتلاقي طلبها كواحدة سكنية أي حد محتاج أي واحدة سكنية هتلاقي موجود تعتبر مدينة العالمين الجديدة من أهم مدن الجيل الرابع في مصر وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 48 ألف فدانة ويبلغ عدد السكان المستهدف بها نحو مليوني نسمة وقد وصلت نسبة تنفيذ الإنشاءات فيها إلى أكثر من 80% محمد الخطيب التلفزيون المصري